حيدر حيدر اسم مميز ذلك الكاتب السوري الذي غيبه الموت هذا الجمعة سيبقى من دون شك واحدا ممن وضعوا بصمة في الأدب والكتابة والرواية لا شك فيه طبعا خالد رحل حيدر حيدر ولكن ما تركه الكاتب السوري يعد إرثا ثمينا سيبقى لأجيال قادمة طبعا حياة حيدر حيدر مشاهدين كانت مليئة بالمنجزات المحطات والتكريمات والتتويجات التي نستعرضها معكم في حلقة هذا اليوم طبعا ولد الكاتب السوري في قرية حصن البحر بمحافظة ترتوس عام 1936 وتلقى تعليمه فيها ثم في حلب قبل اتقاله إلى دمشق وبدأ الكتاب لعدد من الدوريات شارك في تأسيس اتحاد الكتاب العرب في دمشق عام 1968 وكان عضوا في مكتبه التنفيذي حيدر حيدر أصدر مجموعات قصصية منها حكايا النورس المهاجر وأيضا عن فيضان والوعول لكن روايته مشاهدين وليمة لعشاب البحر نشيد الموت أثرت الكثير من الجدل عند إعادة طبعها كان هذا في عام 2020 ونال الأديب السوري العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان لو كارنو في سويسرا وجائزة مهرجان كارلو فيفاري في جمهورية أتشيك وجائزة مهرجان دمشق للسينما الجديدة ترجمة نانسي قنقر